لا يختلف اثنان على قدرة المرأة العراقية ومدى صبرها على تحمل الشدائد وما واجهته من محن سقلت شخصيتها وجعلتها مثالاً يحتذا به ومع تدعيات السنوات الأخيرة تحملت المرأة العراقية أعباء إضافية وسط ظروف كان الإرهاب والفقر وسوء القدمات وفقدان الأبناء والأزواج والأبا أبرز صفحتها مجلة ناشونال انترست الأمريكية نشرت تقريراً سلطت فيه الضوء على دور النساء العراقيات في الحراك الشعبي للمطالبة بالقضاء على الفساد والإصلاحات مؤكداً أن الحراك النسائي كان رافداً للتظاهرات الشعبية فيما لفت إلى أن المرأة العراقية بحاجة إلى إنهاء حالة التمييز الحكومي والمطالبة بالعدالة والمساواة في بلد يسيطر فيها الرجال على أغلب المناصب القيادية وهو ما لقى ترحيباً من قبل الشباب العراقي الذي أظهر استعداداً لكسر الحواجز والأفكار القديمة التي تعارض مشاركة المرأة في التظاهرات أو الوصول إلى مناصب حيوية لأسباب دينية ما يميز المرأة خلال مرحلة التظاهرات هو تحولها من صفة الداعم المعنوي البعيد عن الأحداث إلى مشارك فعلي عبر مختلف الفعاليات التي جعلتها أيقونة لتظاهرات الأخيرة فكانت المحركة الأكبر للأحداث إضافة إلى مشاركتها بالحملات الإعلامية الرامية لفضح قتلة المتظاهرين وكشفهم بكل جرأة ومعالجة جرح التظاهرات بتفان وإخلاص كبيرين كل ذلك ليس بغريب على ابنة الرافدين لكنه سيمهد وفق توقعات مراقبين لمرحل جديدة تكون فيها المرأة صاحبة القرار في مجالات شتى بعد نجاحها في كسر القيود التي كانت عائقاً أمام سيرها الحثيث نحو نيل حقوقها ترجمة نانسي قنقر